توفي النجم الهندي عرفان خان الذي عرف خصوصا بدوره في فيلم سلم داك مليونير عن 53 عاما على ما اعلن وكيل عماله الاربعاء وكان نجم بوليوود الذي اصيب بنوع نادر من السرطان في العام 2018 قد ادخل المستشفى في بومباي قبل ايام جراء اصابة في القولون هذا الممثل المولود في ولاية راجستان الهندية عام 1967 انطلق في مسيرته السينمائية في ثمانينية القرن العشرين وهو عرف خصوصا بدوره الشبه الصامت في فيلم دا واريور المقتبس من قصة تقليدية يابانية ومن اخراج لبريطاني اسف كاباديا وبعد سنوات انطلق نحو النجومية العالمية اذ شارك التمثيل مع انجلينا جولي في فيلم ايمايتي هارت للمخرج مايكل وينترباطم وتابع عرفان خان مسيرته في الولايات المتحدة مع ادوار لافتة في افلام بارزة بينها The Amazing Spider-Man وجراسيك وولد وإنفيرنو وقد حظي الممثل باعجاب النقاد عن ادواره في The Life of Pi للتايواني انجلي والفيلم الكوميدي العاطفي The Lunchbox لريتيش باترا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة